إيه اللي عمله ريال مدريد النهاردة الشوت التاني خلاه أحسن من الشوت أولاً إن ريال مدريد بدأ يمسك الكرة بشكل صحيح ويعرف يسيطر على المباراة الشوت الأولاني هو ريال مدريد كان المستحوث كان استحواله وصل تريباً 60% لكن هو كانت مشكلته إن أنا مدافق كيد الكرة كان الفريق بيتلاقي فيه في مساحات فظاهره كتير زي ما إبراهيم قال برضو فكرة إن رودريجو وفينيسيوس ما بيقدموش المساندة دفعية كويسة استخلال دورته منذ التحولات والمرتدات خصوصاً بما تقدم في ميندي أو كرفخال فكل ده خلق فرص إن هم يحاولوا إن هم يسجلوا طبعاً ضيعوا كل الفرص المتحة لهم فبالتالي الطبيعي إن ريال مدريد لما يمسك عليه كرة في الشوت التاني ويبدأ يلعب كرته حتى لو هي فيها أكبر قدر من الارتجال أنت مش عارف الخطر يا بجأي لك من مرة بالنحية اليمين مرة بالنحية الشمال يعني كرفخال نفسه قبل ما يجيب الجول كان مضع فرصتين كرة بالهد تخرجت بره وكرة تانية كوبل صدها فهنا تتكلم إن داي الباك اللي مين فأنت متخيل إنه هو الفريق عنده كمية ارتجال وارتجال كمية عفوية في اللعب أنشرتي من ديوم الحرية بشكل تام دورته من دي كمان على مستوى البدن يتراجع فدى ريال مدريد فرصت إنه هو خلاص إحنا نبقى موجودين في نص ملعبه من قدر نضغط عليه ومن قدر نستغل أخطائهم وريال مدريد كان بعد الهدف الأول كان ممكن يخلص المطش 3 أو 4 عادي لكنه اكتفى بالصنعية وطبعا يعني شيء مستحق ومتوقع جدا لريال مدريد يعني ريال مدريد عدم المانشستر سيتي بالسيناريو أسوأ من كده ووصل عدم بيرن الميونق بالسيناريو أسوأ من كده ووصل فقدام لي فرهول في نهاية 22 لريال مدريد تريبا ملاقف شغل على العجنة واحدة وكسب فهو دي هو ده ريال مدريد هو بيعرف إمتى أعرف الدعك وإمتى أقدر أحقق اللقب أو أكسب حتى المباروة زي ما نعايز